فكرة دي يعني هتبقى حلوة جدا للناس اللي بتحب السفر فكرة ان انا ممكن كبني ادم اسافر 25 دولة في 26 يوم هل ده ممكن؟ اه ده ممكن معضفنا هل انا ممكن اسافر وعمري يمكن اخر العشرينات لسه 91 دولة؟ هل ممكن اروح ايطاليا بتلتمية جنيه؟ اه ممكن برضو حضيفنا نعرف اكتر اي واح دي لقطة مهمة جدا معضفنا الرحالة عادل نيازي صباح الخير وازاي بيحصل كنا صباح اه السفر سهل جدا بس هي معلومات ناس كتير مش عارفة زي تحجز طيران الطيران ده ليه ظروفه وان انا احجز طيارة مش فاي يوم ابتدلنا بس بالرحلة بطبتمية جنيه دي وحياتي النبل عشان دي نقطة مهمة جدا بس الطيران فيه طيران كتير جدا يعني فيه شركات كتير وفيه حاجات كتير بس ازاي احجزتك زي ما قلتلك هي مختلاف شركات الطيران طيب ازاي احجزتك؟ ده انا لو حدز خلي ده اول سؤال هي شركات طيران معينة هي شركات طيران بتسهل حاجات زي كده بيبقى ليها ظروف معينة مش شرط ممكن طيران متقسم لحاجات كتير جدا زي شنط اه الدرايب حاجات كتير جدا فممكن فيه شركات طيران بتشيل منك بعض الحاجات فبتقلل الكوست جدا على على السعر التسكرة بالاضافة ان انت مسلا مطارات بتفرض ضرائب رهيبة جدا فممكن نغير مطار ففيه حاجات كتيرة جدا ممكن ده ده فكر نميس وبتفكر فكر نميس وازاي تفكر تحجز تيكت؟ يعني انا ما نفعش مسلا النهارده الاربع الاربع ده مش يوم كويس نحجز في التيكت مسلا او ان انا سافر في الوقاند انت ورزقك دي ممكن يا تبقى غالي قوي يا تبقى رخيصة حصلت معي فرحات جيد جدا يعني رحلة كنت في روسيا كانت طيارة باتناشر الف جنيه بقت بسبعة تلاف جنيه لو انا احجز واطلع المطار ودي كانت من الرحلات المميزة جدا بالنسباني دي كانت رحلة مجنونة روسيا طلات من روسيا على اليونان على بريطانيا انجلترا ويلزا ايسلاندا قدت قد ايه يعني ما انا عشان افهم برد بص هي رحنا وكشف مشام حسابها يعني انا الروسيا دي انا كنت قاعد ملين فعايزة اطلع روسيا واحنا مش عالفين نروح فرع مدينة نصر بقى لنا شهر والله عزيزة هو السفر بس بحياة السفر بس بحياة وانا بحاول ان انا اوصله للشباب اوصله للناس ان انت ممكن بعد ما انزل نعط ايه كافية او نعط ايه حاجة لا ايه جماعة ممكن توفر بالفلوس دي كلها سماح ودك قلت تلتمائيك جنيه ممكن سافر ايطاليا ازاي بس سويا بتعمل ده ازاي انا بس بفكر ازاي غير المطار ازاي اه ازاي ممكن اخلي حد ممكن يحجزني من دولة ما وانت عموما لما بتسافر اي دولة من الدول الواحد وتسعين اللي انت زورتهم لغاية لغاية النهاردة بتبقى رايح لاغراض سياحية باحتة ولا مثلا بتعمل بلوجينج للاماكن اللي انت بتحضر فيها انا اكتر حاجة بكرهها السوشيال ميديا بحبا بصب بسافرياتي مع انت محترف في حاجة جاذبة جدا وجزبة جدا على السوشيال ميديا يابني اطلع على السوشيال ميديا بوري الناس اتكلم لازم تعمل ده باعمل ده الاسب بس انا ما عنديش طولي بالا عزا مبسط يعني انا مش عاود افكر انا بصور الفيديو علشان اه انا زيله على اليوتيوب يا اخي ابسطنا معاك يا سيدي معه ده اللي بقدر اتعمله المؤخرا ونفس اعمل ده فعلا بس انا ما عنديش الواي ما عنديش الوقت بسبب شغلي بسبب حاجة كتير ما عنديش الوقت ان انا اعرف اعمل منتر واقام منتاج والحاجات ممكن حد يمسيك لك الصفحة دي سهلة بس انت يعني انت بتعمل حاجة فعلا ندرة ومش كل الناس كده ودي ممكن تستغل لها انت للترويج للسياحة الدول وممكن تكسب كمان خليها فلوس انا نفسي في ده وبدأت اعمل ده مؤخرا بس لقيت ناس كي بتستغل لنا. اه. الناس كلها عارفش حاسة ان معايا كنز معايا حاجة معايا كتير جدا. اه. خصوصا بتكلم لغات كتير. يعني كيفانا عرب انجليز اسباني ده بطلاقة. بوصل تقريبا لاتنين مليار بني ايه ده انا بعرف اتكلم معايا. طبا. فده مش عارف اوصله. حتى صحابي الاجانب انت بتعمل ده ازاي? اه. وهم عايشين في اوروبا او في امريكا بتعمل ده ازاي? طب انت بعندكش شغل اللي بعندكش التزامات معينة. عندي انا مستشار قانوني بانك. بيشوفوك في البنك ده احيانا انا بس الناس اصلا مش ده طب انت بتسافر ازاي? انا كنت حقوق يعني? انا كنت حقوق انا متخرج من كوية حقوق. انا منصورة. انا اصلا منصورة. اوكي. والناس متصدم انت بتسافر ازاي? انا بسافر ويك انا. الواحد وتسعين دولة. لا لا مش كلهم طبعا ويك انا عندي اجازاتي السنوية طبعا بس انا ملان زي انا عايزة سافر. فبدخل ادور على اي تاكد اي بلد وغالبا بتبقى دور قريبة مثلا زي اليونان اه الاردن لبنان. اه. يعني مثلا انا من رحياتي مميزة جدا ازاي يوم الجمعة مث افتر في مصر صبح. وروح اتغدى في الاردن. لا. وتعشى في اليونان. ما تتغطش عليه اكتر من كده ايه. يا ده هتكون اشباحة في الافلام دي. لو لا ما هو. لما واحد عايز يدلع مراته ولا انا حعشيك النهاردة مسلا في لبنان. لا انا انا اخدها بقى عشيها بقى ببرة. عايزين بقى هالكلام ده يحصل. لو اقومي تعالي الروح نفتر مسلا في نتغدى ونتعشى في اليونان سماء الجنبالي ونرجع مسلا. ايه ده? احنا كنا بنقول اسكندرية دي ا ايه يعني كنا. انا مش عارف اقول لك. انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقة. بس حاجة شيقة جدا اللي انت بتعملها دي. يعني بتشوف العالم كله بناسه وبتفاصيله وبثقافته بحضراته. ايه ايه اكتر رحالات اللي فعلا ما تتنسيش. كانت مليانة تفاصيل وملابسات غير متكررة. اي انا بحب الطبيعة بحب السفر. بحب اتعرف على الناس. انا واحد بحب اتكلم مع اي حد بشارة. انت مالك. زي اللي يمزع عليك. اتعرف صفرك. فالناس كلها بحب اتكلم مع كل الناس. رحلاتي المجنونة سفرت هي كانت ستة وعشرين دولة في خمسة وعشرين يوم. واو. دي كانت نفسي ادفل موسوعة جنس. وكنت عاملها كده سفرت من اقصى شمال اوروبا الاقصى جنوب اوروبا. اوكا. ما كنتش عامل حسابة ولا عارف ما عاملها ولا اقا. وكانت كان قضان. عملتها كنفسي اه لقيت. بعملت فعلا اه قدمت على موسوعة جنس ورفضوه للاسف طلبي. لان في واحد سفر تمانية عشرين دولة في ثلاثة ايام. واحد سف لمطارها. ازاي. اه. ده لو كل دولة هيقعد فيها ثلت ساعة. ما هو مش شرط يقعد هو انت ممكن تعدي اتعمل. شك اين بس? ايا كان انت سافرت انت لو نازل ترانزيد في بلد انت فعليا انت وصلت البلد. اوكا. لو انت هتحسبها بالطريقة دي انت فعليا انت وصلت البلد. بس هو عمل ده وخد دخل موسوعة جنس وحسافر ربعتاشر دولة في يوم. مم. ربعتاشر دولة في يوم. في يوم. يوم يعني. سهل سهل. كل ده سهل ويتعامل بس انت تعرف التارج بس لا مش سهل يا بريمسي مش للدرجات. سهل والاي. انا نفسي الناس طفى من الموضوع سهل. السفر ده اسلوب حياة. السفر علمني لغات. عندي علاقات في كل حتة في العالم. اكيد. بتكلم تعليمي سمع لغات. اه. كل حتة فبقى بوصل للناس. بروبا. نفسي اوصل صوتي ده للناس يا جماعة انت ممكن تعملوا ده. ما انت انت بتعمل ده بالفعل احنا على الهوى هو. احب تقول الناس دي ايه ناس اللي اللي عندها نفس الهواية وعندها نفس الشغف ولكن ما يعرفوش التفاصيل الا الاقتصادية يعني. انت ممكن توفرها فبالتالي سافر دول كتير. هو ازاي انت بس تزبر على حاجة انا كنت باحنا مشهور مطار. يعني انا اجي بس انا من منصور من بلد جامل منصورة كمان. انا اجي واشوف مطار الكاهرة ده كان حلم. فدائما كنت سافر مع بابا داخليا بس وصلت المرحلة لأ انا لازم حقيقة حلم. فالناس كتير قاعدت تحاربني. يا ابني وفر فلوسك يا ابني فلوسك يا ابني تجوز يا ابني. مش هتجوز. انا عندي حلم وهنبسط. وحتى لو هتجو انا اسمي انا باكباكر. يا انت ما ما تكعبلتش في الرهالات اللي فاتت دي في اي عروسة محتبة. اه لا مش لالي زي. بس. يعني انا عايز واحدة اللي هو امي يلا تعاني سافر لنروح نتعاشر نارج. معقولة دي مش موجودة دي موجودة دي موجودة جدا. بزرعة في اوروبا هتلاقي النموذج ده كتير. اه قابلت كتير. وفي مصر والله. يعني. يعني بالعكس. لا هو موجود بس اه لسه ما جايش للنصيب. بس انا عايز ازاي يوصل للناس. يا جماعة اذكروا الصبر ده اهم حاجة. لان دي كلمة امي يضي الرحمة. انا دايما امتة 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 امتة. والاسفور هتحقق الحلمة. ففعلا جيلي يوم اللي انا انا اصلا مكنش بعد. مكنش بعد. انا بسافر كم دولة بروح فين. ففجأة لقيت نفسي. انا بسافر كتير قوي. بس انا معي بسفورات. انا طب اكيد. اكيد. انا هو اصلا انا بشوفي البسفور بيفتح نفسي. اكيد بقى خلاص. كل حاجة. انا بقى ادخل اصلا البسفوري ما فيش. انا في دولة انا مسلا دولة زي لبنان انا ممكن دايما لازم بسافر بالفين دولار. يكون معي افين دولار عشان ادخل لبنان. انا عمر ما سافرت بيه. اه. ده بدخل انا يا جماعة جاي اقضي يومين في لبنان. امبسط في بيروت. وماشي. عايز افين دولار. اما مش بيدققوا قوي يعني. كريت كار ده هاسحبه. بس اما ادخل يالله. بفتح البسفور بس. كمية اختم مش طبعية. البسفوري بغيره كل سانتين تلاتة تقريب. اكيد. بس احنا هنختم مع ده في الاخر الحلقة خليني اروح معك بقى فكرة الرياضة. يعني انت لفت العالم تقريبا او يعني في المشوار. في نفس الوقت عديت على رياضات مختلفة. ودولة مختلفة كل دولة يمكن تختلف عن التانية في ان هي عندها رياضة معينة يعني اه تيك عندهم يعني او هي تمتاز فيها بان هي متقدمة جدا. فكلمنا عن الشق ده. انا بالنسبة لي بلد المفضلة هي اسبانيا. اسبانيا. بقى عشاء حاجة اسبانيا. ممكن نعم في شوارع مدريدة هبقى مصول. وانا اصلا عندي عوضوات في مدريد كمان? فانا بحب ان انا دايما بحكي مع في مدريدة. Um. مع دري مود تدا دائما بروح داره ببارسلونة. اهه. فاني بنسبة لي ده حلم بالنسبة لي.. ده كان حلم انا صغير. آآ كورت الكادم بالنسبة لي ا احلى حاجة بحث عelle بسافر انجلترا ايطاليا سوفت كورت الكادم انا اهلاوي كمان. هو. إنت اهلاوي ومدريدي. اهلاو ومدريدي ما تنفعش بس انا اهلاوي. انا انا كده برضو. برضو? اه اه. طير فلو. اه في اه. وروحت على فكر الاستاد بتعريان مدريدي. انه في محطوط بيبص على الاستاد. هو البي اي بي دي. ببقى بتتغدى او بتتعشى يا كريم. وشايف الاستاد كله حمو جدا. اللي من الحاجات دي كانت مرة وروحت لحضارة ماتش انا دي وبرشونك البي اي بي دي. البي اي بي دي من اماكن مميزة بتاعه في سيربس بس يعني دي موطعة يعني. ايه البلد اللي لسه مزورتهش ونفسك فعلا تزورها? انا نفسي اروح الكطب الجنوبي. دي من اقصى داية والكارة رقم ستة. ساعة. اه. بس دي حلمي. كطب الجنوبي والكارة رقم ستة واستراليا. وخلاص خلاص الدول العادية. فعلا. سافرت اووروبا كلها مع دولة واحدة. سافرت امريكا الشمالية كلها تقريبا مع ده كندا. سافرت دول في امريكا الجنوبية. وسافرت افراقيا وجزء من اسيا. انا نفسي. انا نفسي فرحلة الامريكا الجنوبية بقى ايه تاخد كولومبيا بيونسايرس. هنهبقى فعلا طيب تعالي معي. بس انا بيقولولي دي عشان تطلعيها. انا بجد صحابي يقولولي دي لازم تحويشي بقى مبلغ. يعني. بس هي هي اللح. لا. حيزبطها لك بربعمائة جنيس. بقى اماني وعدوا التفاصيل. انسي بقى اللي بتقلق. فيها فعلا هي فعلا هي. اهو. هي نقطة في الطيران. هي اغلى حاجة في الطيارة فعلا. بس الطيارة ممكن تجيبيها. انت معها الدول كتير. بس ازاي توصلي. اقول لك بعد الحال. طيب طيب. بس فعلا دي انا نويلها فعلا. انت بتقولوناش. انت تاخدنا معك على طول. نويلها فعلا اخدها من اول واشنطن. اه في شمال امريكا. كنت انا دي عملتها لحد اه باناما. خدت الخط ده كله. وفي رحلة اللي نويلها من اول بنزولة لحد كتب الجنوب. لا بقول لك انت يعني رحلتك مليانة تفاصيل. لازم تكون ان شاء الله تكون موجود معنا قريب برضو نكمل معك التفاصيل دي كلها وتستعرضينا كده رحلتك وخبرتك اللي اكتسبت. ان شكرك على وجودك وانا نور فينا. شكرا ان يكي عادل ربنا وفاقف اللي بتعمله واستغل ده ان انت تطلع فلوس كمان. يعني فكرة هنا. محتاج مساعدة. محتاج حد يوى. انت تعد معنا دل بقت بس احنا بنفتر وحنتكلم بجد بس برافو عليك انت بتعمله حاجة فعلا ملهمة بجد. يا رب. انا بشكر حضراتكم انا وكريم كده حلقة نهاية الاسبوع. نتمنى ان شاء الله يعني ان احنا الاسبوع جاي بقى فيه كمان حاجات جديدة. نقدمها لحضراتكم ان الاسبوع ده كان مفيد وبنتمنى التوفيه ان شاء الله يوم الجمعة للفريق الاهلي مع سيراميكا متشا هيكون قوي برضو فريق سيراميكا فريق قوي. نشوفكم ان شاء الله لحد الجاي. مع السلامة.